الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير الأمة أخرجت للناس نعمرون بالمعروف والناحين للمنك نهمده ونذكره ونذهب أن لا إله أجل الله رب الناس الملك الناس إله الناس ونذهب أن محمدا عوده ورسوله صلى الله وسلم وبائك عليه وألاء آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أيها المسلمون ووشيكم ونفسي بتقول الله تعالى فتقول الله بإمتشال أوامر واقتنام مناني وشكر نيمه وخذوا عليدي سبابكم وجهوهم وجهة الشوال فإن الله فإن الله إسراءكم كلكم وكلكم راء وكلكم مشغول عن رئيتي إن سباب الإمام الأمة هم دير المستقبل منهم يتعطي منهم يتقون بناء الأمة فمنهم ينسى الغلماء والموجود فمنهم يسمع الغلماء والموجهون ومنهم ينسى الجنور المجاهدون ومنهم من ينسى والسناء والتجاء إلى صلى وقر بهم آي المرآبائهم وجرن بهم عليهم بار الممات وقال تعالى والذين آمنوا وأتبرهم ذريتهم بالإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومن سميت جاءة أنبياء عليه الصلاة والسلام قول وجودهم فها هو إبراهيم هليل عليه الصلاة والسلام ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وها هو ذكريا عليه الصلاة والسلام ربي حبلي من لدنك ذريتا طيبة إنك سمير الدعاء وكان صلب الصالح يعدون بأبنائهم موذ النعومة الأفتتاح يؤلمونهم وينسرونهم على الخير ويبعدونهم عن الشرق ويختارون لهم المؤلمين والمربين الهكماء والأشقيا ونبينا محمد صلى الله لوسلم يأمر آباء أن يبدأوا مع أولاد تربية الدينية من سن تمييز مروهم بالصلاة إذا برأ السبع إذا فسدوا إن هدم البناء الأمة ما نساهد عليك فثيرا من سباب الناس من تمرر على آبائهم وفسادة الدين وينرقون الصلاة فلا فلا يحمهم من سال ولده إلا أنه يسميه عند ولاده ويوفر لهم الطعام والشراب وسك ولا يبغي أما وراء ذلك إن بار يوفر أولاده أسباب الفساق فيمنع الجعوبهم بنقود واسترى لهم بآلات الله وقال تعالى وقدى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إنسانا إما يبلغن إن لبا الكبر أهلهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهر وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب رأمهما كما ربيان سغيرة فأمر الله ولد أي ذكر إنسان والدين في هالة دعفه وسغره ليكابل ذلك بإنسان إليهما في هالة دعفهما وإلهما بارك الله لي ولكم في القرآن عزيب وإياكم وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولساني المسلمين من كل زنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله حمد لله وإياكم 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 الناس وإياكم يتعلم بالمعروف ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة